تبدو مآلات الصراع في اليمن آخذة في اتجاه تمكين الإنقلابيين على حساب الشرعية فبينما تستمر ترتيبات توقيع ما يمكن تسميته باتفاق السلم والشراكة الثاني مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا باتت ميليشيا الحوثي على مقربة من الخطوة النهائية للحصول على نصيبها بتسوية تعمل عليها أطراف دولية حوار السفير البريطاني ميكل آرون لصحيفة الشرق الأوسط عن الحل في اليمن وتصوره لخارطة السلام الذي اختزله باتفاق حوثي سعودي قافزا على مصالح ثلاثين مليون يمني يؤكد أن حساب المصالح الدولية وتعاطيها مع الحرب في اليمن يمضي باتجاهات لا علاقة لها بالتصورات الحقيقية للحرب اليمن في نظر السفير البريطاني تبدو كعكة كبيرة بوسع الحوثي والشرعية والانتقالي تقاسمها ولما لا فمعطيات اللحظة الراهنة تؤكد أن اتفاق الشراكة مع الانتقالي قد يكون مدخلا جيدا لإدخال الطرف الثالث وهكذا تنتهي الأزمة اليمنية حسب رؤية السفير وربما المجتمع الدولي برمته انتقادات حادة لتصريحات السفير التي يراها كثيرون على أنها مكافأة لميليشيا الحوثي ومحاولة لتمسي جرائم جميع الأطراف مقابل قبولهم بهذه التسوية المخادعة تكشف هذه التصريحات عن وصول الترتيبات الدولية إلى نقطة متقدمة على طريق إنجاز الصفقة في ظل تصاعد القوى الإنقلابية شمالا وجنوبا وتآكل موقف الشرعية بسبب إخفاقاتها وخذلان حلفائها وعملهم المنظم على تقويضها طيلة الأعوام الماضية ميليشيا الحوثي التي عبرت المدن على تلال من الركام وأنهار من الدماء تبحث الآن عن تسوية تحمي مكاسبها وتثبت موقعها كحاكم لليمنيين لعقود قادمة في حين يبدو أن شعار استعادة الدولة بات شيئا من الماضي في أجندات السلطات الشرعية وحلفائها المفترضين